اتهم رئيس الوزراء العرقي مصطفى الكاظمي من يخشون من نتائج الانتخابات المبكرة بمحاولة إشاعة اليأس في نفوس المواطنين وقال إن هناك من يحاول دفع المواطنين إلى عدم المشاركة في الانتخابات فيما ثارت هجمات جديدة بطائرات مسيرة ضد قواعد أسكرية ينتشر فيها أمريكيون مخاوف من أن يتحول العراق إلى ساحة لتبادل رسائل بين الولايات المتحدة فما هي الرسائل التي يرسلها الحشد في استعراض المسيرات الإيرانية وهل التطورات في بغداد تشير إلى تحولات متسارعة على أيدي الفصائل المسلحة أنباء الهجمات بالطائرات المسيرة أصبحت حدثا شبه يومي في العراق والتي تشنها ميديشيات موالية لإيران ضد مصالح وأهداف عسكرية ومدنية عراقية وأمريكية في البلاد الأمر الذي زاد من غضب الشارع العراقي على هذه الميليشيات بسبب الدور الذي لعبته أيضا في قمع المتظاهرين وقتل وملاحقة الناشطين الفصائل المسلحة دخلت في عملية الصراع والنزاع مع الأطراف الأمريكية المسلحة سواء كانت على مستوى الجو أو الأرض بشكل فعلي وهو صراع قوي قد يمتد وقد يتطور إذا لم يكن هناك اتفاق على آلية الانسحاب أو يكن هناك اتفاق على عملية إيجاد هدنما بين الطرف قرار التصعيد ضد القوات الأمريكية في العراق اتخذ فعليا من إيران والميليشيات المرتبطة بها ماضية في تنفيذه على حساب أمن العراق الذي لديه استحقاقات ويحاول النأي بنفسه عن الصراعات الداخلية أو الخارجية لكن الخزعلي زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق أعلنها صراحة أن العمليات العسكرية ضد القوات الأمريكية لن تتوقف هذه الرسالة موجهة هناك محاولات لإعاقة إقامة الانتخابات طوال هذه الفترة ولثني الناس على المشاركة بشكل مكثف فأعتقد هذه للجهات التي تلغب بالفوضى ولا تلغب بإقامة الانتخاب ووسط رفض سياسي وشعبي واسع لعمل هذه الميليشيات التابعة للحجدة والتي تنفذ أجندات خارجية في محاولة لعرقلة الانتخابات كما أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن هناك من يخشى إجراء الانتخابات ويحاول أن يرهب الناس حتى لا يشاركوا فيها تصاعد الهجمات بالطائرات المسيرة على القواعد العراقية هي رسائل إيرانية من الداخل والخارج للضغط على القوات العراقية فضلا عن أنها محاولة لزعزعة الاستقرار الأمني في العراق لعرقلة إجراء الانتخابات في رأس الدوليمية الإخبارية بغداد من عمان ينضم معنا الباحث الأمني والاستراتيجي سيد راد هاشم أهلا وسلم بك معنا في هنا الرياض عبر الإخبارية يعني استعراض الحشد لقواته متضمنة المسيرات الإيرانية في ذكرى تأسيسه السابعة ما هي الرسائل التي يحملها ذلك ولمن برأيك؟ تحية لكم والمتابعين الكرام بالتأكيد هي رسائل تهديدية وتحريضية ويعني مبعثها موجه واضح موجه من قبل إيران وتريد أن تدخل المنطقة في أزمة وصراع بحجة الصراع مع الأميركان وهي تريد أن توصل لهم رسالة أنهم يقلقون الأوضاع الداخلية في العراق متى ما أرادوا فضلا عن أنهم يريدون أن يرغمون القوات الأمريكية على الرحيل لأنهم لديهم جندتهم في فرض التواجد الإيراني والنفوذ الإيراني والتواجد الأمريكي يعيقهم لذلك هم يريدون أن يجعلوا من ساحة العراق ساحة نزاع قائمة سواء على مستوى الصواريخ الكاتيوشا كما رأينا في الأشهر الماضي والآن دخل هذا السلاح النوعي اللي هو الطائرات المسيرة ولعل من أخطر الأمور والأشياء التي تكتنف العملية أنها ستستخدم في الاستعراض في محاول استفزازية للتأثير على الوضع الأمني والإيحاء والعطاء شعور بأنه هي قوة رادعة قوة تتغلب على الجيش قوة تتغلب على النظام والقوة الأجهزة الأمنية الأخرى لذلك فيها حقيقة تجاوز للقدرة العراقية الرسمية والمهنية تجاوز حتى للسلطات التي يتمتع بها القائد العام ألا يثير ذلك برأيك لأفاء الجانب النظامي في شيوع هذه المسألة ألا يثير ذلك برأيك يعني مخاوف أن يتحول العراق إلى ساحة لتبادل الرسائل الإيرانية الأمريكية نعم هو يحصل هذا الشيء كما قلت لك منذ أشهر منذ كانت صواريخ الكاتيوشا تنهمر على مناطق سكنية في بغداد بحجة توجيهها إلى القوات الأمريكية وهي يعني معظمها صواريخ غبية ولا تصيب الأهداف أو لا يريدوها أن تصيب الأهداف يريدون أن يوصلوا رسالة حتى وأن ضربت الأسيجة أسيجة المعسكرات وجنبات المعسكرات وما قرب القواعد الأمنية وطبعا هي كلها جلها قواعد عراقية ولكن ربما يتواجد بعض من المستشارين الأمريكان والغربيين هنا وهناك هم يريدون كما قلنا أن يجعلوا من هذه العملية الاستفزازية أو العمليات الاستفزازية خاصة بعد أن جاء قآني رئيس الحرس الثوري الإيراني الذي يوجههم وأعطاهم تقسيمات عملية العصائب والكتائب تهتم بموضوع الطائرات المسيرة جماعة منظمة بدر الموالية لإيران أيضا تتوجه إلى الصواريخ الكاتيوشة هذا التقسيم العمل هو جزء من وسيلة الضغط الإيرانية حقيقة الموجهة التي تريد أن تثبت حضورها هل يمكن أن نربط ذلك وهذه الوسيلة الإيرانية عنها وعن التي أشرت لي سيد رعد هل يمكن أن نربطها بالتصعيد المفاجئ أو نقول التطورات لما يحدث في فيينا من مفاوضات نووية وكان إيران تستخدم الآن أوراقها الرابحة بشكل مكثف من خلال الساحة العراقية وكانها ترسل رسالة واضحة للأمريكان إما الحل في فيينا أو التصعيد في العراق نعم بالتأكيد هذا لما لمسناه حتى المراقبين والمتابعين بل حتى عموم الرأي العام بات يجد أنه أي ضغط من قبل دول المفاوضة يعني الغرب زاد الأمريكان مع مع الإيرانيين حينما يضلطون عليهم ويشددون من شروط التفاوض تجدهم يعني يعملون أو يحاولون لي الأذرع في في الساحة العراقية لذلك هذا الأمر بات مكشوف حقيقة وهو مستهجن وبعيد عن الواقع الحقيقة القوة العالمية التي تفاوض مع الإيرانيين ربما لا يعنيها هذا شيء ولا يحسبوه حتى ضغطا لأنه تطويشاتهم وتهديفاتهم تذهب سدى وهي لا تذهب أو لا توجه ولا تقتل أمريكي لأنهم هم أجبا من أن يتوجهوا لاستهداف الأمير كان يخشون من غضبهم لذلك يعملون على تصعيد الأجواء وتوتيرها يعني ضمانا للحصول على أي تنازلات أو هدن هنا وهناك هذه قضية قضية مفلسين وقد انكشفت وهي ليست ذات أهمية لدى الجهات المفاوضة ولكن حقيقة تؤذي الوضع الأمني في العراق وحقيقة أيضا تخطر المواطنين والجو الآمن الحقيقة الذي ربما دائما يشهد الطرابات طيب على أيدي هؤلاء الميليشيات سنوصل الحوار هذا الأمر حقيقة يحتاج لوقف دوليين سنوصل الحوار حول ذلك إذا سمحت لي ولكن إذا أنا نستعرض يعني ما قامت به قوات الحشد من استعراض للقدرات واستفزاز لقوة النظام فتسعى الميليشيات في العراق من خلال ذلك إلى جعل البلاد ساحة للحرب والنفوذ نتابع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر سيد رعد هذا التصعيد الأخير من قبل الحشد ربما وجد حماسة كبيرة من قبل عدد من الفصائل المتشددة هل تريد يسال رسائل إلى حكومة مصطفى الكاظمي هل تريد إخضاع الحكومة على أقل حتى موعد الانتخابات يعني أحنا كان يعني الأمل أنه يرفض هذا الاستعراض لأنه كل جهاز أمني يحتفل بذكرى تأسيسه هذا إذا صح أنه سميه جهاز أمني هم مجموعة من الفصائل الولائية لإيران وبعض بمن يعني جمعوا من هنا وهناك بمجيب الفتوى لكن يعني القوة اللي يعني تشكل هذه المجموعات حقيقة تضغط على السيد الكاظمي لإجباره على القبول بمبدأ الاستعراض استعراض القوة والذي يعني هو حقيقة كما قلت حضرتك ويوجه رسالة للأميركال للداخل العراقي من أنه نحن القوة الأكبر واللي فرضنا هذا الاستعراض لكي نبرز قواتنا في خضام هذا الضغط الدولي حقيقة ليست فقط الجماهيري غير المحبب لهذه القوة نعم ولعل من المفارقات أنه يجرون يعني بعد رفض السيد الكاظمي جرائه في بغداد في ساحة الاحتفالات الكبرى يجره الآن في منطقة في ديالة يعني في المناطق التي كانت من سيطرة وجهدي خلق التي كانت تجمع فصائل مسلحة ضد النظام الإيراني فمعسكر أشرف هذا كان معسكر يعني قهر إيران لأنه كانت تنطلق من عنده مجهدي خلق لمقاتلة الخمينيين والخامنائين حقيقة ولكن الآن هذا التحدي بحد ذاته يريد أن يوصل رسالة أنه بدل ما كانت فصائل معارضة تقاتلنا الآن فصائل موالية نشد عليها على رقاب العراقيين ونضغط بها على دول الأقليم المجاور وحتى على الأمريكان لذلك هذه رسالة التحدي دعم اللافت أيضا سيد يعني رعد قيادات شعية كانت تشجع الأطراف المتنازعة في الحكومة والفصائل كذلك على التهدي يعني نذكر على سبيل المثال قادة مثل هدي العامري وفالح الفياض لم يستطيعوا يعني ذلك هل برأيك أنهم يواجهون صعوبة في يعني في إيقاف هذا التوجه بالتصعيد القادم من إيران بالتأكيد عزيزي لأنه هذه الفصائل الولائية لا حد يعني لانفيلاتها وهي طبعا انفيلاتها من انفيلات السلاح وانفيلاتها من انفيلات الدعب الإيراني لها الذي حقيق يكون بغالبيته تمويل بالسلاح أو ربما تشجيعها باستخدام ربما أسلحة متطورة ليس حبا بعيونها وبسوات عيونها وانما للضغط على الأميركان هذه القدرات المنفلتة يصعب على هذا العامري الذي هو أيضا الرجل الموالي لإيران ولكن بدرجة أقل يعني من الحماس لدى هذه الفصائل الولائية المنفلتة وكذلك فالح الفياض أيضا لا يتمكنون يفشلون في كل خطواتهم للتهديئة بالتأكيد أشكرك من عمان الباحث الأمني والاستراتيجي رعد هاشم شكرا جزيلا لك وفي أخبار وفي أخبار وفي أخبار متصلة أيضا بشأن العراقي وبعد 18 عاما من حرب العراق أيد مجلس النواب الأمريكي الغاء تفويض استخدام القوة العسكرية الممنوح للرئيس منذ عام 2002 الذي سمح بالحرب على العراق ووصل عدد الأصوات المويدة للغاء إلى 265 صوتا مقابل رفض 162 ومن أجل تفعيل للغاء يجب أن يحظى الإجراء بتأييد مجلس الشيوخ حيث الاحتمالات أكثر غموضا ويجب أيضا أن يوقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانونيا اتهم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من يخشون من نتائج الانتخابات المبكرة بمحاولة شاعة اليأس في نفوس المواطنين وقال أن هناك من يحاول دفع المواطنين إلى عدم المشاركة في الانتخابات مضيفا أن الإرادة والصبر والحكمة والهدوء ستكون طريقة للرد على الأصوات السلبية الصفراء التي لا تريد الخير للبلد وترغب بصناعة اليأس وتحاول أن تشكك وتعرقل أي منجز تحققه الحكومة وهددت ميليشيا حزب الله الحكومة العراقية هددتها بوضع من وصفتهم بالمعتدين خلف القطبان في حال حدوث اعتقال مماثل لعنصر الحشد قاسم مصلح وذكر المتحدث أبو علي العسكري أن الكتائب تؤكد على إتمام المطالب الثلاثة لقادة الحشد والتي تحقق منها اثنان أولهما خروج مصلح ونتهمه كان كيديا